اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنا لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد فذراعيه منصوب بباصط وهو ماضي وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله أو جاء صفة وقوله أو مسندة معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدماء فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعيل التقدير كوعل ناطح صخرة وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عامل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة لأل فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعيل فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعيل وإعمال فعيل وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعيل فمن إعمال فعال ما سمعه سيبوي من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلها فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار ومن إعمال فعول قول الشاعر عشية سعدة لو تراءت لراهب بدوم تتجر دونه وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزائها يوج فإخوان منصوب بها يوج ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه فدعاء منصوب بسميع ومن إعمال فعل ما أنشده سيبوي حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرميلين لها فديد فأمورا منصوب بحذر وعرضي منصوب بمزق وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط فتقول هذان الضاربان زيدا وهؤلاء القاتلون بكرا وكذلك الباقي ومنه قوله أوالفا مكة من ورق الحمي أصله الحمام وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر وانصب بذل إعمال تلوا وخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما واجب نصب الآخر فتقول هذا معطي زيد درهم ومعطي درهم زيدا وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغيجاه ومالا من نهض يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا فالجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير ويضرب عمر أو مراعاة لمحل مخفوض وهو المشهور وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجاني وعبدها عوذا تزجي بينها أطفالها بنصب عبده وجره وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخى عون بن مخراقي بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل والتقدير أو تبعث عبد رب وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت الاسم المفعول فتقول أمضروب الزيداني الآن أو غدا أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيداني تقول أمضروب الزيداني وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا يكتفي فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافا المفعول الثاني وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به فتقول في قولك زيد المضروب عبده زيد المضروب العبد فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به ومثله الورع محمود المقاصد والأصل الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأبي زيدا تريد ضارب أبوه زيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر